ادريس تعال معي لنشوف السيارة طاهر لك ما في داعي تكون شكاك لهالدرجة هي واذا شفت بطرابزون ايه وشو يعني؟ لك هدول كانوا لاحقين سيارتك وقت شفتون بلك كانوا زلم فيدات ولاحقينك لهون صح كل شي ممكن راقب لي الوضع شو عم تعمل؟ هيك سرقت سيارة أخي وقت اللي كنت ولد صغير اعرفت كيف هلأ وهينفتح القفل مشان تعرف كيف بيكون الشغل والله انك داهي بعرفك مانك قليل بس ما توقعت لهالدرجة تكون ملعون ومع هيك موفهمان شي ليش فتحته وعلى شو عم تدور؟ بدنا نسرقها؟ حطين مسدسات بالسيارة لأنه فيه تفتيش ما بيقدروا ياخدوها شاطرين ما بنشي لو أنا مكانهم هيك انت عملت فكّلوا الابرة لما تنفكت الابرة اللي بتضرب لرصاصة من وراء ما عدت فيها تفقع أبداً يا أغبيع ننزلوا من السيارة موسيقى 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 ها نيجو إجا طاهر اميقو اهلين شباب كل شي جاهز كله متل ما اتفقنا المركب عم يستنى يلا على أساس رحتوا لتجيبوا لنا شي بيت تاكب الحقيقة هو شون امشي يلا امشي اذا بتخليني محبوس كلها الفترة الطويلة مرة تاني جوشكن بيدي رح احفر أبرك الحمد لله على السلامة في دات بيك اوه مصطفى كاليلي والله ازعلت كتير لأنك ما اجيت تزورني معناته أخوك طلع أرجل منك ما شفت انه في لزوم قال بدك تقتل أخي طاهر اي بس انت شلون عرفت ازعلتلك انه العصفورة ما رح تصدق ما بدي صدق شي ولا عدوسك بحد مصطفى أما بالنسبة لأخوك فرح اياكل كم مرصاصة من بين يدي كون واثق ايشن بضيافتي في دات وطاهر اذا بتلمس شعرة من راسه ايشن بتموت مو حلوة بحقك اللعبة مصطفى وبعدين شناوي تخلي ايشن عندك طول العمر يعني إلا ما تتركه شي يوم وطاهر بنقتل بنفس هاليوم خليه عندي لحتى انت تعترف بجريمة لاتلي اللي عملتها وهيك بيكفيني ايه جريمة انت شو عم تحكي الجريمة اللي عملتها باسم الحب ما عاد تقارن نجنانك فينا في دات انت رح تعترف بجريمة قتلك لسالم وبشكل خطي ومصور كمان سالم لك ايه سالم نسيته هاد اللي جبتلنا الصورة قاله وهو ضامم اخته نفس وقنعتونا انه الشاب عشيئة ابن حماك اخو نفس الكبير اللي قتلتو قدام عيونة اكيد بتكون تذكرتو فيدات سمع بتعرف كتير منيح الحكي بيطلع من تمنا مرة واحدة في دات بيك وقت نوعد نوفي بالوعد ممتلك غدارين جبلي الاعتراف لحتى رجعلك ايشن ترجمة نانسي قدام عيونة ترجمة نانسي قدام عيونة ترجمة نانسي قدام عيونة يلا يا عمري حبيبي ما تعمل هيك لو سمحت ييت خلاص رح نركب بهات رح ياخدكن على مدينة روسية اسمها سوجي ومن هناك بتقطعوا لحدود هاي الجوازات مسكا شوي حبيبي انا وياك متفقنا قبل انه ما بصير تبكي لما انا ما بكون موجود معاك ليه كون نزلوا دموعك من هلأ هلأ عم ببكي لانك موجود بس بغيابك ما رح يبكي لا تنسى امك بامانتك طيب شو ساوي اذا اشتقتلك قللي شو بدي اعمل انت مو ديب اللي ببين بالأمر معناته كل ما تشتقلي بتطلع بالأمر وانا بكون عم اطلع فيه وعوي كمان متل ما بيعمل الديب ايه عوي اذا بتحب بس انا ما بحب اصلا النمر ما بيعوي متل الديب يلا خلي عمك ادريسي ركبك لبين ما ودي عمك كمان يلا تعال ييت خدي هاد في جواته رقمي وارقام الشباب ورقم مرت اخي كمان تتصلي فيني اول ما توصلي بس ليكي لا ما في داعي انا معام اسألك اذا في داعي ولا ما في داعي نفس خدي لاشوف تتصلي فيني مرة بالاسبوع انا بتتصل اذا بتتأخر يوم تعذبت وتلبكت كرمالنا بكفي شوف حياتك بقى منعرف ندبر حالنا لوحدنا لك فهمي علي وخليني كمل كلامي هذا مولا اليك لييت طيب فهمت بتتصل اول ما توصلي على روسيا تتصلي او بعتي مسج لا اعرف انه وصلته بالسلامة راح ضل هون لتوصلوا مو راجع على طرابزون تمام ليشو ناطير روح بلدك مش تهي لو مرة واحدة ما تعطردي بقول الكلمة مرة واحدة حقك علي سامحني طاير الله يسر الكون انت سامحيني انا ما ليحقق عليك بس الله يسامحك نفس انت مسيل علي ونينو شو خبص وقلتي اه مقهور منه ما هيك اول ما عرفت انه عندي حبيب شعلت النار بقلبك شو صار طاهر بطلت بنظرك اميرة ولازم تساعدها وتخلصها من الظالم هداك بس فيدات ضل فيدات هو الظلم والظالم ظالم ايه ظالم هيك بتنصر المظلوم مو شايف انه بستاهل الخلاص ما عاد عم تشوفني بريئة ومظلومة انا خبصت ايه انت خبصتي قلتي انه مانك مظلومة وبريئة اصلا المظلوم ما بيطلب الحق المفروض ياخده بالقوة اولا تانيا تانيا مو قلت اولا فيه تانيا ايه تانيا اذا انا كسرت لك قلبيك انت عم تحاول تعتذر مني كأنه نفس سامحيني يعني مانك مجبورة بس كرم الله الله سامحيني متلا بكة مع بعرف شو بدي اقول له هيك قلب بعد وقفتك لكبيرة جنبي عم تقلي سامحك على شو طول عمري رح ضل ادعيله دوش نminster لك بعد اطلال لحل السلام في� hippونة اشتركوا في الرحام ا psychopath اشتركوا فيها اشتركوا في القناة нек scarf اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا